موسيقى ماينفعش رامس جلال يطلع في اللقاء أو في التلفزيون وتعدى على خير فضايح بالكوم هو مطالعة زكريه إيه رأيك في دماغ البنت الصينية دي؟ وهل فكرت في يوم من الأيام إنك تنضم الجماعية الرفق بالحيوان؟ لا يعني مافتكرش إن دا كويس يعني يعني هتقعد مع إيه السؤال؟ الحرية وحبس الطيور دا السؤال لا أنا ضد حبس الطيور حد يعني أنا بقى أنا لما بشوف طيور في قفص بدأي جدا طيب إنت عندك في البيت قفص؟ خالص، إنت رحت البيت شفت عندي قفص موكت لي عندي قطة موكت لي عندك آه جيت طبعا نورتني وكلت كتير وماما الله ارحمها كذب تاكك كلا اغلط بقى اغلط قول لا الحجة 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 الله ارحمها احنا ما نقولش حاجة فيها حصل معاكالة ولا؟ حصل حان نبقى في الصورة وفي حصل فلوس الدفع هتتزنقنا لو انت وراحت الحجة هتطلع ما هو دا موضوع حنتكلم عليه بعد كده مش عايزين نحرك لا يعني حصل ان الحجة سلفتك الله رحمها امي وكده ما عرفش يعني انت محسسني انت متصرفوا علي قلت وانا مليش اهل لا دي عادي دي حاجات لا انا لو انت مسلا عملت معايا واجب في يوم الايام حقول طلعت في يوم الايام عامل يعني فانا بقولك ان الحجة الله رحمها كانت زنقنا مش دا موضوعنا احنا بنتكلم عن حرية الطيور تدخلي في ان الحجة الله رحمها انت بتقول لي دخلت عندك البيت selected قفص فقلتالك انت دخلت البيت قلتالك انت دخلت البيتبس فايطار ايه اه اطار كلت بسلا تزنقت في ارشين الحجة الاحاتة اه quantitative انا تزنقتي في ارشين ولا انا وانت تزنقنا في ارشين انا وانت تزنقنا في ارشين اه تمام فقلتلي يعني الله شب هانا بص س входك أبوش إيدك.. أبوش إيدك.. أبوش إيدك.. الحلقة دي مش حكاكمة.. أبوش إيدك.. أبوش إيدك.. لا مش حكاكمة دي..